حيرة من أمره يعين محمد الأضرار الكبيرة في محصل البطيخ بأرضه لهذا العام بعد موسم يعتبره المزارعون شرقية دير الزور كارثيا بالنسبة لهم وهو ما كبدهم خسائر لم تكن بالحسبان الموسم السنة كان فاشل يعني فاشل بنسبة أكثر من 90% يعني من هنا آفات أصابته الآفات أو ثانيا ما عرف يعني درجتها الحرارة خاصة بالأيام الأخيرة الحرارة الزائدة أدت إلى هبوط الأحلى نسميه هبوط أو يبساد شبه دفعة واحدة خلال أسبوع تقريبا ما رجع مصاريفه باللهجة العامية أسباب عديدة يعزوها المزارعون لفشل زراعة البطيخ بشقيه الأحمر والأصفر هذا العام على خلاف ما كانت عليه الحال في العام الماضي أسباب يأتي على رأسها فساد البذور التي وصلتهم ورداءة جودتها إضافة إلى قلة الأسمدة وغلائها وشح الأمطار جتنا موجة حر والبذور والله غالي يعني تعرف ما جبنا من البذور الزيان وتضررنا بشكل يعني ما استفادينا من زراعتنا شي مضروب البضاعة والسعر ميت خالص يعني ما استفادينا من هاي شي 450 ليرة سورية للكيلو جرام الواحد هو سعر المبيع من قبل المزارعين للبطيخ الأحمر سعر يراه الباعة في الأسواق رخيصا نسبيا ولا يكاد يغطي نفقات المزارعين هذه السنة بالنسبة للموضوع الدبشي والله كل سنة السنة هذه كان الدبشي أحسن وموش مؤفل طبعا كثرة المياه والأدوية والأمور كلها بخير وطمامها أما السنة هذه الدبشي دي مهوجة قلت أدوية وقلت مياه والشغلاتها 800 دنم مزروع بالبطيخ شرقية دير الزور هذا العام لم ينجح منها سوى نسبة تصل إلى أقل من عشرة في المئة واستغياب الدور المفروض به من السلطات المحلية والجمعيات الفلاحية لدعم المزارعين ومساندتهم في هذا الموسم الكارثي اشتركوا في القناة